العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الله أكبر اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إلها إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وأشهد أن سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوسيكم وإيايا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الرحمن اللهم ألف بين قلوبين المؤمنين اللهم ألف بين قلوبين المسلمين برحمتك يا أرحم الرحمن يا الله يا تُّهَنْ كَمِي اللهم يهمي coração يهمي ترجمة نانسي قنقر 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 توب التمية الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين وشد شملهم وفرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم وقلل عدهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Saudara-saudaraku sekalian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kiranya menjadi pengingat bagi kami peribadi dan bagi kita semua mohon maaf atas segala kekurangan semoga Allah SWT akan kumpulkan kita kembali di akhirat nanti di dalam syurganya sebagaimana hari ini kita dikumpulkan di tempat ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh